اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانا واقف عند مجمع الفنرس فطة سيارتي خلاص نزلت ولا كانوا في بنتين وحجية كبيرة وكان في ناس واقفين ناطرين سياراتهم عند الباب فانا نزلت في ديش داخل ولا اسمع البنت تتساسر وما تقول لها اشرا فانا دشيت فعادي الوضع دشيت وانا دشيت ولا ما شوف اللي تقول لي الحجية الحجية انت ما تستحي نسيت العشرة انت شلون تبيع النادي اللي سواك هي ما تدري بسجارية عبال ان انا راح راتية طبعا انا وي حمر حين بفهمها ان انا الكلام اللي انت عندتيا غلط ما عطتني بجال يلا بناتي امشوا طبعا اللي اياي مثلا توة عبال ان انا مثلا انا متحرش ببناتها ان زينوا اجمل موقف صار معاه لما اطلع مكاني يقولوا لي حذك هاي المواقف حذها وصارت مرة فيني بفرايدز البحر ايام قبل قلتلك انا كل كلامي قبل السوشيال ميديا عشو انها ما كان فيه سوشيال ميديا كان ووو كان فضيحاتنا لحين شنو فمن المواقف هذي يعني هي حلوة ومرات تكون محرجة تكون صرفياتي اذا كان في عالم ايه محرجة شنو نشوفون بالسوشيال ميديا بالسوشيال ميديا ايه وايد يعني السوشيال ميديا يمكن الحسنة الوحيدة انه قربتك من العالم اكثر يمكن قبل ما كان فيه سوشيال ميديا كان الله ما يصيدونك بتلفزيون بلقاء ولا مثلا بجريدة ولا اتصاد فوتش برا فانا الحين التواصل الاجتماعي صار حق المتابع اقرب فوايد اشوف انا شغلات عجيبة وغريبة بالسوشيال ميديا وايد وايد شغلات غريبة وعجيبة ما تنقال بالخاص اشوف انا عجب العجاب عيل اسنابك في بلاوي فالما انت تيدش هما مثلا شون الفت انتباهك اذا كانت واحدة جميلة شون تلفت انتباهك ويتصور روحة يعني هاي شلونك شخبارك شاي عشان تلفت انتباهك بس يعني من هالمواقف اللي يشوفها يعني شي عادي ان كنت انا وغيري وغادي يشوفون يعني الشهرة حلوة وفيها شغلات يعني متعبة وايد يعني عادي تشيد الشين طالعين تعليش شنو بيستاه انا الصفت منه والله والله صحيح بعدش مكان شكري غلط بطل طالع والله عدل قسم الله وديش هاي الميزة حلوة ترى ما في اي اسناب ما في بلاوي بس ليش يعني خلقوا تشالله هادي شخصية عامة والموقف المحرج الموقف المحرج ما في كل اغلبهم يبون سلف عادانا وراي سفرة وناقصني تلفني سلف ودين اي عادي دي شولك ابي سلف وشي طب هو مو سلف خد وهرب بعد البرنامج بدخل اسفل الخاص وشوفي فعادي يعني بس انا في ني ميزة على الوقت كاتم اسرار اي فيه موجبية المو سلف عادي تراك سلفنا انت شقال البوتيكات لين فلوس النادي عفا قصة غريبة مع محمد كن قبل دوانيتي انتي يمكن شفتي بالتصوير ان دوانيتي كانت مكشوفة قبل كان ما عندي خصوصية بالبيت اكون صريحة يعني بدوانيتي يتكلم تلقين احنا مثلا قاعدين برا يصورونا بدون ما ندري احنا ترى لان ما ندري تصوط سيارتي ممكن سيارة بتطلعين منو فيها فتصوط سيارة مثلا من بعيد مزومة علينا تصور هذا هاي ما كان في خصوصية تعليق غريب ليش ما تتزوجني وانا يعطيك مهار موفر على البيت وموفر على نفسي تكون حياتي لا قالت الي تابي والله ما تقريد تغيرين تفكيره والله فيه معجبئين يعني تقولها سوي شي سويلك موقف صار لي معاهله بس موقف صار لي لما كنت انا متزوج الفين واربعة الفين واربعة الفين واربعة الفين خمسة تغريبا لما كنت متزوج بنات شياطين لما شوفونك متزوج يتحرشون فيك اكثر لما تكون عزابي فكنت وهي المدام يعني انا طبعا لما كنت متزوج شارة قصتي انه ترى راح تطلعين مو عشان ابيلا ان انا محمد لا 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 لازم تشرح هذا زواج حشرة عمر ما انا عارش شنو تفكير بقى والله ما انا عارش شنو تفكير فمن هالمواقف اللي صارت وصورت وطبعا تهاوشنا بعد اذا لا راحوا بيتهم وحنا نجرب السيارة للبيت وعلي قلبك يا محمد لا ما دور لنا حل يرضي الطرفين وبعدها صاروا فركش الزواج وسب المواقف هذي اللي كان سيدي مولك اللي يتقبل انا قلت يا بصراحة اقول كله يتقبل ولا راح اتعرف انت ليش محرص على المعجبات معجبات 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 في واحدة من كثر ما كانت تتحبني هذا بعد فترة داريت طبعا بالسالبة كانت تدعي علي لما تزوجت اقسم بالله اني اطلق بعد فترة قالت وقالت لي اقلت لا ما شاء الله بكل هالبرود تقولينه تقول لي والله كنا ما نبيك تتزوج كنا مثلا قتلك عقليات البنات شلون لما يحبون انسان يدشون تقول لي كنت ادعي عليك مو بس انا انا ورفيجاتي اللي كانوا مثلا ايام المدلسة والايام الجامعة كنا ندعي عليك انك تتزوج ليش ما اتاقدنا زي ايام قبل ما كنا نشوف يعني يعني عطيتش هال المواقف اللي يصير يعني شو وصلوها اللي الدعوة عليك هذه وينها ابيها تدعيلي عندي وايد اشياء ابيها تصير ايوني حطوهم ورد على السيارة والله ديم الله يرحم الوالد كم مرة طاح عليهم زيين يراقبون فيه ناس فيه ناس يعني عندها مثلا حم فضل حم فضل انه ابيعرف محمد شن يسوي بيومها ابيعرف شنو يعني دقلون ياتش بالصغيرة والكبيرة يعني يعرفون كل شي عن محمد وفيه ناس لا انا احبك كشخصة من لا اعرف خصوصياته من لا اعرف بس فيه ناس لا الاكثرية لازم اعرف شنو محمد يسوي وسمعتوا المواقف الغريبة العجيبة اللي صارت مع محمد شراق نشوفكم باتشر مع ضيف يديد ومواقف يديدة مع السلامة اشتركوا في القناة